أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعدات الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والجرحة وأكدت الخارجية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة بما يعني أن قطاع غزة بكل ما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل كما أدانت بشدة جرائم قوة الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القص الشرقية والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد 69 فلسطينيا من بينهم عشرات الأطفال ومئات الجرحة والإصابات